حملة اقتحامات غير مسبوقة يشهدها المسجد الأقصى المبارك ترافقها حملات اعتقال لحراس المسجد والمرابطين فيه يأتي ذلك تزامنا مع الأعياد اليهودية التي غدت مواسم يستغلها المستوطنون للاعتداء على المصلين وتدني سباحات الحرم القدسي الشريف المزيد في التقرير التالي يعد شهر أيلول وعلى مدار سنوات مضت أصعب الأوقات على المسجد الأقصى المبارك لما يتعرض لاقتحامات مكثفة تزامنا مع الأعياد اليهودية والتي تمتد لأكثر من أسبوعين يتعمد الاحتلال ربط الاقتحامات بهذه الأعياد لترسيخ بعد ديني توراتي مزعوم في الحرم حتى بات يعرف هذا الشهر للمقدسيين بشهر الاقتحامات والاعتداءات الاحتلال منذ عام 2015 وإضافة إلى عام 2017 يسعى إلى تغيير الواقع في محيط المسجد الأقصى ويسعى إلى تغيير الواقع في داخل المسجد الأقصى وهو يربط ما بين خارج المسجد الأقصى وما بين داخله بمعنى أنه في خارج المسجد الأقصى يخنق المسجد الأقصى بمشاريع تلمودية توراتية وفي داخل المسجد الأقصى يزيد من عدد المقتحمين ويزيد من إجراءات الشرطة ويزيد من إجراء القوانين يصادف يوم غد ما يسمى بعيد العرش والذي يعتبر أحد أهم الأعياد لديهم قوات الاحتلال اتخذت خطوات استباقية لتفريغ الأقصى وتسهيل الاقتحامات في هذا العيد فخلال الأيام الثلاثة الماضية كثفت مخابرات الاحتلال من قرارات الإبعاد عن المسجد لتشمل المرابطين وحراس الحرام نحن نعتقد أن الصراع الآن يدور على هوية القسم الشرق من المسجد الأقصى يدور حول باب الرحمة ومقبرة باب الرحمة والتي جرت فيها صلاوات تلمودي وتوراتية قبل فترة قصيرة المسألة الآن الصراع يجري حول التقسيم المكاني الاحتلال وحاول السيطرة على باب الرحمة ومقبرة باب الرحمة الاحتلال حاول إدخال أدوات بناء رمزية إلى داخل المسجد الأقصى من أجل إقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم ومع تصاعد وطيرة الاعتداءات على المسجد وتقييد وصول المصلين إليه يزداد خطر اتساع حجم الاقتحامات سيما في ظل دعوات جماعات الهيكل المزعوم لتكثيفها من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا